هيا يا أطفال هيا نمتيا وقم بحصتنا من سحل وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو يا زي أرضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفق أعمو يا زي تعالوا هلوموا إلينا الضمو أعمو يا زي مساء الخير يا أطفال وش راكم اللباز أعلكم مهائلين بهذه الرسومات هذا وكامل أكون فرحانين لكم عند أعمو يا زي إذن مرحبا بكم في حصتنا أعمو يا زي وكذلك الأطفال الذين يشاهدوا فينا وحبين يحضروا كما حضرتوا أنتما معلهم إلي توجهوا الأنترنت عبر موقعنا بهذا الشكل هذا إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك يا أطفال لما تسجلوا عبر موقع الإنترنت نطلبوا منكم الشيء فقط الصبر لأن التسجيلات كثيرة عمو يا زي حبي يجيبكم كامل الحصة تحبوا العصافير إذن شوية تاع الصبر راح تلتحقوا بهنا كابل اليوم راح نكتشفوا يوم عالمي مهم في هاد الفترة هذي كين يوم عالمي مهم؟ هو اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين إذن إحنا بدأ بنا نتوقفوا باش نتعاطفوا مع هاد الناس المهاجرين واللاجئين اللي مصبحش عندهم وطن نتضامنوا معهم ونتعاطفوا معهم يا أخي يا أطفال نعم تحبون الغاز نعم لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يطير بدون أجنحة نعود اللغز ما هو الشيء الذي يطير بدون أجنحة انتما والأطفال لم يشوفوا فينا تاني يقدروا يفكروا ويجاوبوا عن اللغز عبر الانترنت عبر موقعنا بهذا الطريق انت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع أجل اكتب عمويازيت.com اضغط على زر جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة أجل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية تاني فكروا انتما أصدقائنا من الأطفال اللي يمشون فينا إلى غاية نهاية الحصة وقبل هذا راح ينروحون نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح الجزائري مع نور الهودا إذن تصفيق على نور الهودا مرحبا بك تفضلي بسأل خلق يا أطفال بسأل نور اليوم جيت نحكي لكم على حيات المجاهد أحمد توفيق المدني بعد الاحتلال الفنانسي في الجزائر 1830 وفشل طورة 1871 انتقلت أسرة أحمد توفيق المدني إلى تونس هروبا من بطش المحتلين حيث ولد في 1 نوفمبر 1889 ودرس في جامعة الزيتونة رجع إلى الجزائر التي حل بها السنة 1925 فوجد المناخ مهيئا سياسيا وفكريا لاستقبال قلمه وحيويته السياسية فشارع يؤلف في تاريخ وطنه ويكتب المقالات المختلفة في القدايا الوطنية والعربية والإسلامية عموما كما سار عدو في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فكان من أهم شخصيتها ومن أبرز الأقلام في صحفها خصوصا بإسهامه الفاعل والمدوي في جريدة البصائر التي ترأس تحريرها حتى سنة 1956 حيث أمر بالسفر إلى القاهرة ليكون عدوا في الوفد الخارجي لجبهة التحرير الوطني ثم سار عدوا في الحكومة المؤقتة حتى الاستقلال فأسندت إليه حينئذ مزارة الأوقاف كما عين بعد 1965 سفيرا ووزيرا مفوضا في أكثر من بلد إسلامي خدم وطنه سياسيا جهد الرجل سياسيا وفكريا حتى كانت وفاته في خارف 1983 فانتهى أحمد توفيق المدني السياسي وبقي المفكر والمؤلف والأديب خالدا في وجدان أمته بآرائه ومواقفه التي تعكسها آتاره المنشورة ككتب وعيون مقالات في صحف عربية وإسلامية ومنها جزائرية أهمها البصائر شكرا بلابو 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 يا أسفال أنا جمت لكم أغنية هذه الأغنية واسمها بيتنا يا أحلى بيت يلا هتغلوها أكمل معي بيتنا يا أحلى بيت يا محوا يا في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي بيتنا يا أحلى بيت يا محوا يا في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي بيتنا يا أحلى بيت يا محوا يا في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي بيتنا يا أحلى بيت يا محوا يا في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي ليس سواك ما يسترنا فيك نلقى راحتنا تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي ليس سواك ما يسترنا فيك نلقى راحتنا تحت سقفك الدافي تجمع شمل عائلتي بيتنا يا أحلى بيت يا محوا يا في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي بيتنا يا أحلى بيت يا محوا يا في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي أنت مخبأ أسراري وكذا حكاية أيامي فمنك تنور أفكاري وعندك كبرت أحلامي بيتنا يا أحلى بيت يا محوا يا في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي بيتنا يا أحلى بيت يا محوا يا في حياتي فيك ترعرعت تربيت فيك أجمل ذكراتي ليس سوى كما يسترنا فيك نلقى راحتنا تحت سقفك الدافي تجمع شملة هائلتي ليس سوى كما يسترنا فيك نلقى راحتنا تحت سقفك الدافي تجمع شملة هائلتي بيتنا يا أحلى بيت يا مأوايا في حياتي فيك ترعبا تترق بيت فيك أجمل ذكراتي بيتنا يا أحلى بيت يا مأوايا في حياتي فيك ترعبا تترق بيت فيك أجمل ذكراتي إذن يا أطفال إحنا كامل عندنا بيوت إذن اليوم نفكروا شوية في الناس لي معنهم مش بيوت معنهم مش مأوى هم المهاجرين وكامل اليوم على الأقل نضمنوا معهم يا أخي وش رايكم نروح ودركا الألعاب الخفاء يلا راحبوا معي كامل بعمو أمين لجنة مدينة ستيف مرحبا بك عمو أمين تفضل تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة يا أطفال كما وعدتكم هنحكي لكم اليوم حكاية العش الغريب وحد النهار كان وحد الزوج عايش في عش مع أخوته يروح في النهار وكامل وفي الليل يجي يرقد في هذا العش يقولوا كان الديق في هذا العش وما كانوا في خمسة ويدخل هكذا يدخل بصعوبة يدخل بصعوبة بش يرقد معهم قال أنا ما دخلش علي أنا هكذا الديق هذا لازم بدل البلاسة كل يوم هكذا كل يوم يجي في الليل بصعوبة بش يحكم المكان هذك بصعوبة يحكم هذك المكان هذك قالك أنا لازم بدل البلاسة راح راح يمشي قال أنا ما قدرش نزيد المبات مع أخوتي الديق بزاف علينا احنا في خمسة ولا فيستة في العش ما قدرش راح يمشي في أحد الغابة يمشي يمشي بطلع راس ونشاه في أحد العش هكذا وهذك العش فرغ مهجور قال هذك عش كبير هذك 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 يليق بيا هذك بما في حتى وعد وكامل نسكن هنا أنا يا وحدي عندي ليد ساعة وحدي وكامل أنا راح سكن في هذك لا في هذك العش ولكن ما يبات في الليل كيلحق الليل أو نائم هكذا ويحلم يحلم يدير حلم يحب هكذا شغل يخرج من العش ولكن هو يمشي في العش والعش هذك يزيد يكبر يزيد يكبر ما صابش ما صابش النهاية دياله شغل هذك العش كبير بعد عاد يطلب ربيه أنه يصيب عش صغير عطاله ربيعش كبير في الأحلام وبعد قال يا إلهي يا إلهي واش هذو العش هذة اللي ما حبش ينتهي هذة ما قدرش يوصل قال لنهاية هذة العش بعد افتنى هكذا قال لا 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 ما سحقش أنا عش كبير أنا يا هكذا ما نقدرش ما بنوصل لنهاية تعه أنا نرجع للعش مع أخوتي قلت مليح أنا قلت لابس بي أنا ما نقدرش لهذ العش هذة شفتو إذا نرجع للعش هذك وعش مع أخوتي وصاب رحوا سعيد أهمية العائلة برافو 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 يعني الإنسان مهم يعيش في الضيق ولكن الل�ة تع العائلة وحألاوة المعيشة وحلاوة العيش مع العائلة هذيك هو الصح أنك تعيش مع العائلة تائك ما يتبقاش تخمم أنه بديق وليس من أن نروح نخرج عليهم لأنه هما بديق شورانه في بزاف ورنه في كدا ورنه في كدا أهمية العائلة يا أطفال ما عندهاش حدود اهمية لعائلة كبيرة كبيرة جدا يخي تحبوا الائلتاكم برافو برافو يا اطفال انظروا كالحقنا للوقت اللي لازم تجول عندي تحكولي النكتة الجميلة تعكم وشكولي عنده نكتة جميلة تعلي بنتي روحي تعالي جبنا الميكرو معند بوبي تعالي بنتي تعالي قعدي معايا قرب الميكرو واسمك بنتي نسرين وين تسكنين نسرين بستاوالي فيستاوالي خيار بالناس حكينا النكتة تعك بنتي يطير بلا جنحتين ويبكي بلا عينين هذا لغز هذا مشي نكتة لغز اوكي تعرفوه قولي لهم يطير بلا جنحتين ويبكي بلا عينين قولي لي الغيمة برافو شاطرين 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 برافو شكولي عنده نكتة شكولي عنده نكتة اروحي بنتي تعالي اروحي واسمك الشاطرة هند هند وين تسكني اوه والشابه هقده شحال في عمرك سبع سنين سبع سنين الله يبارك عروسة شابه شاطرة في مدرسة اي الله يبارك حكينا النكتة تعك واحد اشتركت اخترين كانت بعض الرجال منعين انظر خبزة اي وانه من عمرك اشتركت اخترين انظر من البرونجي وانه ربما يتحققه اعطلوا الدبزاء اعطلوا الدبزاء اوكي تعالي بنتي تعالي اروحي واسمك بنتي مايا مايا وين سكني مايا سكن في بليدة في بليدة مدينة الورود وما جبت لنا شوردها مرة جاية انا نسنو اذا تحييتنا القاسة وكان مدينة البليدة اعطلوا الدبزاء انتظر اتجابة النار اجب فى خاصة اتجابة النار اوش وان اجب انتظر دبزاء تعلی أروحي بنتي مقادي واسمك سيرين وشكني سيرين سيدي موسى سيدي موسى خيار الناس خيار الناس تحياتنا لقاء سيدي موسى يا اخي اخي لعلوصى شطرة 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 في المدرسة الله يبارك أعطينا النكتة تعك عندي أغنية أغنية تفضلي مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أجد بها كأغنية هي كنز المعرفة فالتحياها مدرستي 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 كم أحب مدرستي اسمها دوما في شفتي أجد بها كأغنية هي كنز المعرفة فالتحياها مدرستي لكسب العلمي تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي برافو بنتي برافو برافو هذه كانت أغنية مدرساتي لعمو يزيد برافو بنتي برافو برافو تعالي 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 اي قولي اللغز تاعك بنتي حجبه ماء ما يذطبق طرع pairs شحصة بابا ما يذحسبوا وخويا معي شكل مسموع هه؟ chi سماء هدا؟ اي اي سماء برافو برافو كانو حدا أخر ثاني بابا ما يذحسبو خويا ماaji شكل مسموع نجوم هدا؟ اي وش لغفرة ثاني؟ خويا معي شكل مسموع خويا وش؟ معي شكل مسموع وشهوه هدا هو الحلال برافو بنتي برافو برافو تعالي تعال هل اسمك بنتي؟ سافا أين تسكني سافا؟ في بسمائن خمستي خير ناس هل تحكين لك؟ نعم 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 يلا شكرا يا أتفال ما هو الشيء الذي يطير بدون أجنحة ؟ ما هو الشيء الذي يطير بدون أجنحة ؟ ما هو جواب ؟ ما هو ؟ ينتس ما هو ؟ المقص ؟ لا 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 المقص المقص غيما ممكن ججا 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 ماذا ججا عندها جنحتين هذا شيء يطيره بدون اجنحة شيء يطيره بدون اجنحة سحبة الغيمة قالتها لا لا سحبة لا لا سحبة سحبة لا لا سحبة السحبة ماذا هي السحبة وش هي ها؟ حمامة الحمامة بدون اجنحة لا لا حمامة عندها اجنحة والدي الغيمة لا لا يطيره بدون اجنحة الافعى الافعى اللفعه طير قالوا والدي لا لا اللفعه ما طير هادي حاجة الطير بدون اجنحة وش هي الدخان أروحي بنتي تعلي الشيء الذي يطير بدون أجنحه هو الدخان الدخان عامو يزيد أعطي الكادواتاك أعطي لي عامو يزيد أعطي الكادواتاك أروحي بنتي تعال ها engagements و Fueled و attributed عامو يزيد يعطول لك إذن هو الدخان الشيء الذي يطير بدون أجنحه هو الدخان نحن الشاطرة هذه أعودي أعرفهم باسمك بنتي هند تصفيق على هند إذن خبعات مع عمو يزيد وكذلك سيدي فيه أغاني عمو يزيد فيه 22 أغنية عنوانه من حق الطفولة إن شاء الله تستفادي بهم يلا بنتي أتفضلي أتفضلي ودركا عدنا عيد ميلاد فدوى تعالي فدوى أرواحي وأصدقائنا يروح يجيبوننا القطوة وتح فدوى وإحنا نغنو لها عيد ميلادك أحلى عيد يلا كامل معايا عيد ميلاد سعيد الله يبارد فيك ويزيد وقل لك عدمي لتستعيد من التأميديك نتمنى صحة وسعادة وهنا شرح يا ربي لمية سنة ونعيش أيامها أفضل شرح يا ربي لمية سنة ونعيش أيامها أفضل يا بانين ويا بانات يلنطير فالونا يسهل مراح غني نفرح والعشو أحلى الأوقات يسهل مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك أنت زيبناها للا حروايا محلاها بسمك أنت زيبناها للا حروايا محلاها باب الله يدولوه وصحابه يبردولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوة يا جميل براو إذن تسعة تمانية سبعة ستة خمسة ربعة ثلاثة زوج طف الشمعة برافو 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 إذن فدوى لعقوبة الميت عام إن شاء الله إذن بما أنكم الأطفال اللي رسلونا وبعتونا خمس قاسمات من علب حليب رامي واخترناها باش اليوم بتكون معنا في عيد الميلاد إذن رامي مموي الحصة يهديكي هدية هي عبارة عن طابلة كيدز تستفدي بها بنتي في كيس جميل هكذا تفضلي بنتي وعمو يزيد وعمو يزيد يهديكي شهادة إنجاح تصوير حصة ما عمو يزيد باش تقالك ذكرة إن شاء الله وانتم تانية أطفال كامل كيد خرجوا منا تسيبوا الشهادة تتعكم يستنوا فيكم كل واحد يخد شهادة باش يحتفظ بها كذكرة برافو إذن وانا ما بقالي إلا نقولكم ابقوا على خير استنونا نهار ثلاثة المقبلة على الخمسة على العشية على قناتكم الشروق تيفين حبوكم يا أطفال باي باي لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأياب في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في الموعد الجديد مع عمه يزيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر